يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحبهم وتعاقفهم كنفل الجسد إذا اشتكى منه عب تداع له سائر الجسد بالحمى والسهر عباد الله إن إخوانكم أهل غزة أهل غزة بعزة عاشوا ويعيشون منذ سبعة عشر عاماً حصاراً خانقاً وسجناً كبيراً هلك فيه الرجال والنساء والأطفال ونقص عنه الغذار والدوار والماء وفي سائر الأراضي المحتلة من أرض فلسطين التاريخية تضييق للحريات وتقييد للحركات وانتهاك للكرامات وكان المسلمون في هذه الأرض أرض الرباط يحاولون كسر هذا الحصار ودفع هذا المحتل الغاشر وفي كل مرة تحصل الانتفاضات المتكررة ويسكب فيها هؤلاء الأبطال لماهم ويذيقون العدو بعض ما يستحقه إذا بالعالم ينتفر ويستيطر لكن بذرف جموع التماسيح على الكيان الغاصل وبتقريع الضحية وبلومها حتى أتى طوفان الأقصى حيث أعد أبطال هذه البلاد عدتهم ولقنوا الكيان الغاصب درسا لا يرسا فغزوهم في عقل ثكناتهم العسكرين فريقا يقتلون ويأسرون فريقا وفر البقية هائمين على وجوههم تاركين غنائمهم لجند الله الأبطال كأنهم حمر مستنفرة فرق من قصوار و إذا بهذا الكيان الغاصب الذي أدرك مغبة ما وقع فيه والسوء ما أحدق به إذا به يستنجد بقوى الكبرى العالمين نحاولا استرداد قوته المهمة أمام العالم ورد بعض كرامته الممررة في الرغام على أيدي هؤلاء الأبطال وهي هذا أن يهدع الأمر كما كان من قبل أمام العالمين